مشاهدينا في كل مكان سالخير وأهلا بحضراتكو لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة عندنا النهاردة في الأهلي الليلة أكثر من خبر وأكثر من موضوع وفقرات حوارية متنوعة ومختلفة مع ضيوفنا النهاردة في استوديو قناة النادي الأهلي عندنا أكثر من حوار هنبدأ فقرات الحوار بعد قليل وبعد استعرضنا لأهم الأخبار الرياضية بشكل عام أخبار منتخبنا الوطني وأخبار استعدادات النادي الأهلي للفترة المقبلة سواء الجزء المتبقي أو المباريات المتبقية من مشوار الدوري الممتاز هذا الموسم واللي المفترض أنها تستكمل إن شاء الله بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية اللي بتستضيف مصر كأس الأمم 2019 في مصر وأيضا الاستعدادات على المستوى الخاص بالمنافسات الدولية واستعداداتنا للبطولات القرية والمنافسات الأفريقية إن شاء الله مع انطلاق الموسم المقبل وانطلاق الدوري العام في نسخته القادمة إن شاء الله واستعدادات الفريق اللي بتجري في الفترة الأخيرة لها في القاهرة قبل انطلاق رحلة الصفر إلى أسبانيا والمعسكر الخارجي إن شاء الله حتى يصل الفريق إلى أفضل معدلاته الفنية والخططية والبدنية قبل استئناف مشواره سواء الخاص بهذا الموسم أو الموسم المقبل محليا ودوليا إن شاء الله عندنا عدد من الفقرات فقرات الحوار زي ما قلنا لحضراتكم هتتنوع في هذه الحلقة أول فقرة من فقرات الحوار النهاردة هتكون مع واحد من كبار خبراء الاقتصاد والاستثمار الرياضي في مصر وهو المستشار أيضا التسويقي للنادي الأهلي الدكتور سعد شلبي وبعد نهاية الحوار مع الدكتور سعد في فقرة أخرى وحوار آخر هيديره زميلي عمر ربيع ياسين وهيستضيف من خلال هذا الحوار الأستاذ حكيم دومه عضو الاتحاد المغربي لكرة القدم هنبدأ النهاردة وقبل ما نتطرق إلى أخبار فريقنا الأول لكرة القدم في نادي الأهلي واستعداداته للمرحلة المقبلة والتدريبات في الأيام الأخيرة اللي بتصبق رحلة الصفر إلى أسبانيا خلال أيام قليلة إن شاء الله النادي الأهلي قام اليوم وطبعا نحن عارفين كلنا النادي الأهلي مهتم جدا بالنشاط والمشاركة المجتمعية في مصر في كل الأحداث المحلية والعالمية اللي مفترض بحجم وقيمة وتاريخ النادي الأهلي أن يكون شريك أساسي فيها وواحد من الجهات اللي دائما أبدا بتحرص على استضافة هذه الأحداث المهمة سواء كانت رياضية أو غير رياضية والشراكة اللي دائما بيجد النادي الأهلي إن الكثير من الجهات المحلية والدولية بتكون حريصة عليها احتراما وتقديرا لحجم وقيمة وعطاء وجماهيرية واسم النادي الأهلي النادي الأهلي بينظم اليوم 2 يوليو في فرع النادي في مدينة نصر احتفالية وحدث مهم جدا حدث مجتمعي للمصريين وللمهاجرين على حد سواء للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2019 وهذا الأمر طبعا بيجري مع استضافة مصر وأيضا بشكل متوازي وبيسير في نفس الاتجاه وفي نفس التوقيت ويواكب استضافة مصر لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بيشمل حدث عدد من الأنشطة المختلفة الرياضية والكروية وغير الرياضية بطولة كرة قدم مصغرة وجلسات للتوعية العامة والتوعية الصحية وعروض فيديو وتوزيع للهدايا على المشاركين وأيضا بتعمل المنظمة الدولية للهجرة أو وكالة الأمم المتحدة للهجرة مع المهاجرين والمصريين على تعزيز التماسك المجتمعي ومنع الاستغلال بما في ذلك على وجه التحديد طبعا الجرائم الخاصة بهذا القطاع تحديدا ومنها جرائم الاتجار بالبشر وإساءة مع معاملة القصر من بين قضايا أخرى متعلقة بالهجرة ومشكلات عالمية وليست مشكلات محلية أو إقليمية بس دي مشكلات العالم كله بيبحث دائما أبدا عن حلول نهائية أو جذرية لها وفي هذا الإطار وفي أيضا إطار الحديث عن هذا الحدث والشراكة بين النادي الأهلي وهذه المنظمات الدولية المشاركة في هذا الحدث المهم اليوم في مقر النادي الأهلي في مدينة نصر كان في إشادة وتأكيد على الدور الرائد المجتمعي للنادي الأهلي في مصر وفي المنطقة العربية وقارة أفريقيا وأن هذا بيكون سبب من الأسباب الرئيسية للثقة التي يجدها النادي الأهلي في كل الجهات اللي بتسعد دائما أبدا وبتسعد أيضا لو كان الأهلي صاحب المبادرة أو العكس لو جاءت المبادرة من شريك من الشركاء مع النادي الأهلي في أي حدث محلي أو دولي مهم الكل بيؤكد أن السبب الرئيسي لهذه الحالة أو تلك هو الثقة في قيمة وتاريخ وعطاء وجماهيرية النادي الأهلي وحجم شعبية هذا النادي محليا ودوليا وقدرته على المشاركة المجتمعية بشكل إيجابي في أحداث مهمة جدا سواء مصرية أو دولية ننتقل مع حضراتكم للحديث عن فريقنا الأول لكرة القدم في النادي الأهلي اللي بيؤدي مرانو مساء اليوم على ستاد التتش بيؤدي الفريق تدريباته الأخيرة زي ما قلنا لحضراتكم في تركيز شديد جدا من الجهاز الفني المعاون لمستر لسارتي ومن المدير الفني لسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي على طبعا الارتفاع بالمستوى البدني وتجهيز اللاعبين بأفضل شكل وكانت التدريبات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية خلال اليومين الماضيين كانت التدريبات على فترتين وبتليها هذه الأيام وقبل السفر إلى أسبانيا من أجل انطلاق المعسكر الخارجي أو الأوروبي للفريق استعدادا للفترة القادمة بتجري التدريبات في فترة واحدة خلال المساء أو تدريب مساء واحد يوميا وهيخوض الفريق تجارب ودية أيضا